موسيقى السلام عليكم هذا هو المقطع الموعود حق الفيس كام من البداية خلوني أوضح شيء ترى الجملتين قبل شئ قلت يمكن عدت عشر مرات لاني أبداً معركة فتكلم قدام كاميرا هذا يعني شفتوني ضايع ومتوتر سلكولي لان من عادة كون كاتب لكلام وأقرام من النص ولكن هذا الفيديو ارتجال اللهم اني بس مجهز أسئلتكم يعني من الأخير في هذا الفيديو بتشوفون كتات كثير اني أكيد راح أغلط في الكلام أولاً شكراً على المئة ألف مشترك هذا حلم حققتولي من بعد الله من يوم وأنا بزر 24 ساعة تابع يوتيوب وأبداً ما كنت متوقع أن في يوم الأيام بصير صانع محتوى أو يوتيوبر عنده مئة ألف مشترك وهذا إنجاز أنا مرة فخور فيه وهذا الحين مع الفيس كام إن شاء الله مشوارنا ما يكون قصير وخلونا دايلة ندخل في أسئلتكم معانا المفروض أحط علان المتجر قبل الأسئلة ولكن هل مرة بدأ لأعني عن المتجر راح أقول لكم قصته بسمونا الحين خلوها بعدين من نص الأسئلة مع الـ Giveaway ترى هذا ثاني فيديو أجاوب فيه عن أسئلتكم إذا ما لقيت سؤالك أعلمني قد جاوبت عليه في مقطع الـ 50 ألف وراح تلقون ربط المقطع تحت في الـ description فعندنا أول سؤال يقول هل الفيس كام دائم ولا بس مقطع الـ 100 ألف هلوني أوضح شيء ترى من يوم ما بدأت اليوتيوب وأنا أريد أن أقوم بعمل الفيس كام لكن وقتها ما كنت متأكد إذا أنا أكمل في اليوتيوب ولا لا عباني بجيني ظروف الحياة وراح أسحب عليه عشان كذا قلت بعطي نفسي وقت إذا شفت إن وضعي ماشي راح أسوي فيس كام عشان لو لا قدر الله لو بغيت أوقف سالفة اليوتيوب وأكمل حياتي ووجهه ما يصير معروف عند الناس عشان كذا أنا قلت إذا وصلت الـ 100 ألف دايركت راح أسوي فيس كام لأن خلاص دامني حققت الـ 100 ألف إن شاء الله ما يوقفني شيء وأستمر في اليوتيوب وبنفس الوقت يكون حافظ للناس إنها تشترك توصلني الـ 100 ألف بسرعة فالآن مع الفيس كام راح تنفتح لي أبواب كثيرة في صناعة المحتوى لأن زي ما هو واضح أنا قبل كنت أتجنب مقاطع الجيم بلاي لأن دام ما فيها فيس كام غالبا راح تكون مملة المشاهد فجوابنا على سؤال الأخ إي إن شاء الله دائماً بسوي فيس كام ولكن مو كل محتوى ينفع عليه فيس كام أحياناً ما يكون لها داعي أساساً فإن شاء الله أي فرصة تتاح لي أني أصور فيس كام وتكون ماشية مع سياق الفيديو بإذن لا راح أسويها فعندنا سؤال الثاني يقول هل أنت تدرس جامعة؟ حالياً لا وخلوني يقول لكم ليش أنا كنت إنسان مرة دافور حرفياً مرة دافور ولكن داعشة تعرف هذاك اللي يخوي الدوافير اللي قدام بنفس الوقت يتكي مع الشلة اللي في الزاوية؟ هذا أنا إذا كان المدرس موجود شوفني أنا الطالب المشتهد أنا اللي يذكر عن الواجب وإذا طلعت شوفني مقوم بوكس مع واحد من العيال وأبداً لا تسألني كيف كنت أجيب الأول عن الدفع المهم هذا الكلام من الابتدائي إلى أولى أو ثاني ثانوية الثانوية كنت أكرى شيء اسمه مدرسة ما أدرش جاني ما أبغى أداوم خير شرق أدرش أن من كثر ما كنت أغيب لقمت حرمان في ترمين مما يعني أني تأخرت سنة كاملة وغير كذا غيرت مدرستي مرتين والمرة الثانية هي اللي نقلت فيها المدرسة الدارك بعد وقت الدارك نفسي وخلصت الثانوية بالدفع وكان معدل التراكمي جداً سيء ولكن زيما قلت لكم أنا شوي دافور فاختبرت اختبار القدرات أربع مرات وجب درجة أسطورية مرة أسطورية اختبرت التحصيل لمرة واحدة وجب درجة قوية لحد ما فلميت شهاداتي وقدمت على جامعة الملك عبد العزيز هنا في جدة وانقبلت في تخصص رهيب كان من أول الرغبات فدرست الترم الأول وخلصته بديت الترم الثاني وبديت معاه سلفة اليوتيوب بعد ما وصلت النص الترم الثاني كان قدامي خيارين يا أني أوقف اليوتيوب وأرجع لبعد ما أخلص الجامعة يمكن أربع خمس سنوات أو أني أوقف الجامعة بشكل مؤقت وأكمل اليوتيوب ولكن لو ما مشت أموري في اليوتيوب سأكون خسران سنة إلى سنتين من حياتي فأذكر وقت أخذت أخوي الكبير في السيارة وقعت أفرفر فيه ساعة ثلاثة أو ثلاثة ليلة فتحت معاه هذا الموضوع وقعت أستشيره أبغى أشوف إيش راية بما أنه برضو مرة دافور فأخذت وعطيت معاه وانتهين على أني أسوي إيقاف موقعة الجامعة أو يعني طيقين وأقعد أكمل في اليوتيوب أشوف هل راحة مشيه ولا لا فإذا ساعة الأمور في اليوتيوب ديركت أوقفه وأروح أكمل الجامعة وأنسى شيء اسمه يوتيوب وإذا كانت أمور اليوتيوب ممتازة أكمل فيه المدة معينة وأرجع أكمل الجامعة وهذا أنا الحين لا أدرس ولا شيء ولكن قريب جداً راح أكمل الجامعة ورح أبدأ وازن بينه وبين اليوتيوب عندنا السؤال الثالث يقول إيش السبب اللي خليك تفتح متجر كايزن مع الشباب ومن وين جاء الاسم ومين أقترح اسم كايزن طيب شوفوا الكلام اللي بقوله الحين بكون صريح فيه مئة بالمئة أولاً أنا كيوتيوبر أحتاج فلوس عشان أكمل أصنع محتوى لأني زي أي شخص أنا عندي التزامات وعندي احتياجات شخصية وزي ما تعرفون أنا عاطل ما عندي غير اليوتيوب عشان أقدر أجيب دخل من اليوتيوب في طريقتين إما من الإعلانات اللي من نفس اليوتيوب وهذه حلوة إذا كانت أرقامك بالملايين ولكن لقنوات الصغيرة ترى ما تأكل عيش والطريقة الثانية هي سبونسرز أو المعلنين وهذه حلوة مادياً مرة ولكنها قروش وغثها مرة عشان تتفق مع معلن وتنسق معه وبعد ما تصور إعلان يقعد يقروشك يقولك لازم تعدل كذا تسوي كذا وانت قعد تغير فيه إلين ما يعجبه وغير كذا يربطك بوقت معين لازم تنزل فيه الفيديو وبعد هذا كله غالباً راح يلطعك شهور إلين ما يعطيك الفلوس هذا إذا كان يخاف ربه وعطاك إياه طبعاً هذا الكلام على الشركات الكبيرة ولكن بخصوص متاجر روكيت أنا قد أعلنت المتجرين وكلمني متجر ثالث كبير ومعروف اللي لون برتقالي وهذا المتجر برتقالي عطاني عرض مرة قوي أنا أول ما شفت العرض حقه عبال إنه واحد قاعد يتقطق عليه بدخلت على المتجر وقعدت أتصفحها ولاحظت إن الأسعار مرة مبالغ فيها بشكل مجنون الشغل النص بعيني عيني آسف يعني إذا أحييتعامل مع ذاك المتجر ولكن فيه أشياء من 10 إلى 20 كريدت يبيحه بـ 12 دولار سلامان فهنا قعد تفكر شوي قلت أنا خبير آيتمات روكيت يا شيخ يمكن حافظ كل آيتم في اللعب وكم يسوع وأظن أغلبكم تابع مقاطع التريد حقه تويعرف شكصه ليش ما أنا بنفسي أسوي متجر محترم وفخم وبنفس الوقت تكون أسعارا رهيبة والخدمة فيه تكون مرة سريعة لدرجة إذا مرت 24 ساعة وما أستلم طالبة ترجع لفلوسه ويأخذ الأيتم وبنفس الوقت يقدر متابعا يشتري كريدت أو حرفيا أي أيتم في اللعبة بدون لا ينضحك عليه في السعر وبنفس الوقت أنا أستفيد ماديا وأستغني عن السبونسر والمعلنين وأصير مستقل وإذا بعدين جاء سبونسر أصير أنا أتأمر عليه مو العكس فسلفة المتجر كانت وين وين فتوكلت على الله وكلمت المعزز دارك يساعدني في إنشاء المتجر وما علمته ولا أي أحد لما سويته وعاد وقته اضطريت أن أسوي قرارين جدا صعبة الأول هو أني أرفض العرض حق الموقع البرتقالي العرض اللي كان مرة أسطوري وبنفس الوقت اضطريت أني أوقف أعلى المتاجر روكيت اللي كانت تعلن معاي فإذا ما نجح متجر كايزين أنا راح أكون خسرت المعلنين وبنفس الوقت خسرت راس المال اللي حطيتها في المتجر المهم أني سويتها وأعلنت للمتجر هنا في اليوتيوب وكنت على أحصابي أستنى ردة فعل الناس عليه وصراحة أن ترى توقعاتي كانت أن يجي 10-15 طلب الكثير في أول يوم ولكن أنتو كسرت توقعاتي كالعادة أنا نزلت فيديو الإعلان على الساعة 12 ليل تقريبا وكنت ناوي أني أنزل الفيديو وأروح أنام لأن وقته كنت مواصف فنزلت الفيديو وريحت أبغى أنخمد وما كملت نص ساعة إلا دارك يتصل علي قالوا يا ويري تعال ساعدني الطلبات ما توقف أنا وقته انفجعت وجيت هجري للدسكورد ولو تشوفون أنه ودارك وقته تقولون هذول المجانين على آخر إلا قاعدين سلم طلباته قاعدين نرقص على صوت الإشعارات وحرفيا في هذا كل يوم كنت أنام ساعة ساعتين وأرجع أصحى ساعة دارك تسليم الطلبات ولله الحمد قفلنا أكثر من 100 طلب في أول يوم لذلك شكرا لكل واحد وثق فيني وطلب من متجر كايزن وإذا أنت قد طلبت قول للناس تجربتك تحت الكومنتات وبرضو بمناسبة وصول الميت ألف ونجاح متجر كايزن والله الحمد حبينا نعطيكم هدية وكيفاوي بسيط وهي الألفا كاب والتي تسوي تقريبا 3000 ريال سعودي متقطين فيها نودارك الفائس فيها إما ياخذ الألفا كاب أو ياخذ قيمتا كاش فتفاصيل كيف تشارك في القفوية بخليها في آخر الفيديو فالحين جاء وقت الإعلان رابط متجر كايزن تلقاه تحت في الديسكريبشن وتلقى تحت رابط شرح شيء بالتفصيل كيف تشتري من الموقع واستعمل كود خصم F7Y يخصوم لك 3% ترى توكي أتعلم على الحركة ما تقعد سنة عشان أزبطها طيب نروح للسؤال اللي بعد قوينا هنا يقول إيش اللي يمخليك مستمر على محتوى روكت رغم أنه طايح الفترة هذه وهل تفكر تغير محتوات طيب شوف من ناحية أن محتوى روكت طايح فللأسف أنت غلطان في يوتيوبرز مرة كثيرا نزلون محتوى رهيب عن روكت والحين مع الراجع إن شاء الله في الأيام الجاي بنزل محتوى جدا فخم عن روكت لأن عندي أفكار مرة رهيب وكنت مأجلها للفيس كام وصح أن في عدد كبير من يوتيوبرز روكت إما وقفوا أو غيروا محتواهم ولكن هذا أبدا لا يعني لمحتوى روكت طايع فبالعكس كل يوم عن يوم يزيد عدد لعبين روكت ولكن عاجلاً أو مآجلاً محتوى روكت أكيد سيخلص أو ممكن يصير مملو التكرار عشان كذا أكيد أنه فيه إحتمال رح أغير محتواي ولكن تيقن إذا أنا غيرت محتواي اعرفني بنزل شيء فخم ويناسب جمهوري وأظن بكذا وصلنا إلى نهاية الفيديو التصوير وصل فوق الـ 50 دقيقة وعد ما يدير كم يطلع في المنتاج فشكراً لك على دعمك لي وحرفين أنا ولا شيء بدونك وشكراً لكل واحد وقف معي وآسف لكل واحد تعبت معي خاصة شباب الدسكورد وقروب كايزن وتحديداً نيوتر أشغلنا أنا ودارك ومدري كيف الألحيم تحملنا وعد إذا حبيت شارك في القفوية حق الألف كاب تعال حسابي في الأنستا وسويلي فولو هناك وبإذن الله رح أشرح كيف تشارك في القفوية في الأنستا فهذا هو حسابي تحت FF71Y وعد أهم شيء أتمنىك ستعمل كودة أيتم شو بحقي FF71Y إذا حاب تتعمني ودائم نابداً بالختام صلوا عن نبي صح نسيت شكراً لتنال